هل برايتش أفلس الإعلاميون التقليديون في تقديم ما يجذب المتابع الذي وجد غايته بمتابعة مشهير مواقع التواصل؟ في الحقيقة أنا ما بحث أنه أفلس الإعلامي التقليدي لكن البعض للأسف فاتهم القطار الإعلام بشكل عام زي القطار ماشي وبتطور اللي بتطور معه بيكمل ولي ما بتطور معه بنزل في المحطات بعض الإعلاميين الكبار إذا بتتبعيهم تفتحي على صفحاتهم على مسائل التواصل الاجتماعي بتلاقيهم للأسف الشديد عندهم بطء في التواصل مع الناس أو حتى هم رفضين لفكرة التواصل مع الناس وحبين فكرة الخصوصية للأسف الشديد في العصر اللي إحنا فيه حالياً لا هذا الإشي ببعدهم عن الناس في جانب آخر أيضاً بتشوفي أنه بعض المبدعين من الإعلاميين التقليديين اللي واكبوا التطور اللي صار في الإعلام غير التقليدي أو في الإعلام الحديد هم من الأعلى ريتنج في وسائل التواصل الاجتماعي وبيكونوا مطلوبين جداً للبرامج لأنه إذا بتلاحظي بعض القنوات الفضائية الآن تفرد برامج خاصة لمشاهير التواصل الاجتماعي حتى أنه يزيد عندها ريتنج المشاهدة حتى كمان أنه يكونوا أقرب إلى المتلقي والمشاهد اللي بتابع وسائل التواصل الاجتماعي ولكن إحنا دايماً لازم يكون عنا كإعلاميين سواء الإعلاميين الجدد المشاهير أو حتى الإعلاميين التقليديين والمسؤولين عن وسائل الإعلام يكون عنا حس بالمسؤولية أنه دايماً نختار ذوي المحتوى المفيد ناس كتير في الوقت الحالي بيقولك أنا شطبت كتير من المشاهير من عندي على السوشال ميديا لأني بحس الحياة كلها فاك مش معقول الحياة كلها عبارة عن زوج بيجيب سيارة لزوجته دية وسته لنهارها موجودة في المطاعم والكوافر وبتعمل شعرها وبتعمل بوتوكس وفيلرز أكيد الحياة فيها أشياء تانية كتير أهم الحياة فيها بالوالدين فيها تعليم فيها دراسة فيها رعاية أطفال فيها الذهاب إلى العمل ولكن برجع بقولك على المتلقي والمشاهد دور كبير أنه يختار من يتابع وما ينخدع بأعداد المتابعين المهولة لأنه موجود هلأ على الجوجل بتقدري تشوفي مواقع كتير موجودة بتبيع متابعين فمشكل حدا عنده ملايين المتابعين هو فعلا متابع بصورة حقيقية